من قرأ القرآن بتدبر أورثه ذلك اليقين اليقين بالله إذا ملأ صدرك وانتشر في داخلك فقد جعل الله لك من بين هموم الدنيا فرجا ومخرجا إذا أعطى الله أبهر وإذا رزق أدهش وإذا نصر فلا غالب له لا إله إلا هو سبحان الله العظيم تأمل رق عظمه واشتعل رأسه شيبا وبيضى سواد شعره إلا أن قلبه لا يعرف المشيب لأن القلوب التي فيها اليقين هي القلوب التي لا تعرف الهرم وهي القلوب التي تحوم حول عرش الله إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون كلما استغفت بالله كلما رزقك الله وأعطاك فوق سؤلك سبحان الله في غزوة بدر وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسقط رداؤه من على كتفه وأبو بكر ينظر إليه وقد ملأت الشفاقة صدره يا رسول الله كفاك مناشده لربك وإذا برسول الله يصعد بأدعيته إلى السماء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الهموم التي تصعد للسماء هي التي تنقطع سريعا والأمال التي ترتفع إلى العلو هي التي تنزل سريعا